هنبدأ أخبارنا النهاردة بخبر سعيد أكيد لكل المصريين أسعدنا كلنا وهو فوز نجمنا سيف عيسى لعب المتخب المصري للتايكوندو بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 80 كيلو جرام بطول الطبع العالم مقامة حاليا في المكسيك ولا تستمر حتى يوم 20 نوفمبر الحالي حرص كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع البطل الأولمبي سيف عيسى لتقديم أكيد التهنئة ليه على الأداء الرائعة طبعا وظهوره المميز في هذه البطولة وأحرازه الميدالية البرونزية في إنجاز أكيد جديد يضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية وحقق سيف عيسى الميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 80 كيلو جرام كأول ميدالية يتم تحقيقها في بطولة العالم على المستوى العربي والإفريقي منذ عام 2013 وتخود مصر منافسات بطولة العالم ببعثة مكونة من 10 لعبين 6 رجال وأربع سيدات عايز برضو أقول له حالاتكم الرجال الرجال هم مصطفى فرج تحت 58 كيلو جرام وأحمد وقل تحت 63 كيلو جرام وإياد بركات تحت 68 كيلو جرام ورامي عيسى تحت 74 كيلو جرام وسيف عيسى تحت 80 كيلو جرام وأحمد راوي تحت 87 كيلو جرام ده بالنسبة للرجال أما قائمة اللاعبات المشاركة كالتالي أيضاً شهد سامي تحت 49 كيلو جرام وإشراقة نبيل تحت 57 كيلو جرام وآية شحاتة تحت 67 كيلو جرام وميسون إيهاب تحت 73 كيلو جرام وألتقي منتخب مصر إن شاء الله ما من المنتخب السنغالي مساء بكرة إن شاء الله الأربعاء في منافسات روبع النهائي ويصعد أكيداً متأهل إلى منافسات بطولة كاس العالم المقررة إن شاء الله إقامتها في نوفمبر 2023 في دولة دنمارك والسويد والنرويج أيضاً وبيشارك منتخب مصر للسيدات في بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات وكانت المشاركة الأخيرة في نسخة 2012 وتأهل الفرق الصعد إلى نص النهائي بطولة إفريقيا مباشرة إلى بطولة العالم وأيز أقول لها عليكم بردو كان منتخب مصر حسن تأهله إلى ربع النهائي بعد ختام دور المجموعات في المركز الثاني براسيد 6 نقاط من 3 انتصارات وخسارة أما على سيد الآخر منتخب السنغال في خسر في ختام دور المجموعات أمام الكاميرو بنتيجة 28-27 ليصعد بدلك كتاني للمجموعة الثالثة ومن كرة الياد نروح لغتي للسكواش وتنطلق اليوم الثلاثة منافسات بطولة سنغافورة طبعا مفتوحة للسكواش المقرر قامتها في الفترة من 15 حتى يوم 20 نوفمبر الحالي بقيمة جواز يعني مادية تصل ل110 ألاف دولار وأكيد ما بيضعها أكيد في فئة البطولات الذهبية الكبرى بياخد منافسات كمان البطولة ست لعبين مصريين وست لعبات أيضا الأسماء اللعبين المصريين الاثناشر نبدأ الأول بالرجال مصطفى السرتي وفارس الدسوقي ومحمد الشربيني وطارق مؤمن ومازن هشام ومصطفى عسل أما في منافسات السيدات كل منا دين شاهين ومريم متولي وسانة إبراهيم وسلمة هاني وروان العربي ونور الطيب كانت كمان ربطة المحترفين للسكواش أعلنت انسحاب خلاص نجمينة علي فارق لعب ودي دجلة والمصنف كمان الأول على مان للرجال للسكواش من بطولة غفورة المفتوحة بسبب عدم تعفيه حتى الآن من إصابة الرجبة اللي اتعرض لها طبعا في بطولة أمريكا المفتوحة الشهر اللي فات ومؤكبره أكيد على الانسحاب من المباراة النهائية أمام دياجو إلياس بعد نقطتين فقط نقوله إن شاء الله علي يرجع بألف سلامة في قرب وقت ممكن كده نكون خلصنا أخبار الأعاب الأخر لوقتي فقط